يا عزيزي أبو جود ترى يعني لا تنتظر من الإعلام والمجتمع الرياضي مع تورة المواقع التواصل عن المبادئ وعن القيم يعني هي قضية قضية أنا شخصيا ما أمارس ولا أدعي المثالية لا أشوف أنا ما لي علاقة بقضية الحمد لله أنا ميولي أنا ما لي دخل الحمد لله والاتحاد والنصر يعني أنا ما أنتصر وأفرح على النصر أنه بيخسر 15-20 إن شاء الله 100 ما قضيتي أنا قضيتي في التنافس الرياضي في الملعب بعدها لا ما راح أسجل انتصارات أو أبحث عن متابعين أو أسجل حضور وأسقط لا لا هذا ما هي أخلاق المهنة أخلاق المهنة تكون منصف تقول والله فعلا كسبها كسبها أوكي اللي قدر يقوله بالمنطق وش هالتباوية ما بين اللجان المحلية وبين الفيفا فيه أشياء فيه حلقات مفقودة زي ما تفضلت نبغى نشوف مركز التحكيم يوضح لنا ليش أنت عشمت المجتمع الرياضي بشكل عام صرف النظر للنصر والتحادي إنه قضية كسبها النصر 100% وبعدين طلع الفيفا ونصر القضية نقول أنا اللي أقوله النصر المنطق اللي أقوله أخوان النصروين سواء ثبتت الكاث نقض ما نقض الأمور المالية في النصر فيه أخطاء الإدارة المالية إدارة الأمور والعقود التعامل التعاطي السنوات الأخيرة من يحب النصر يقولك سراء أخطيت يعني ما قوله فيه جنيا يعني كذا لاعب ومدرب يبدو ما أحد الأسامية عشان تكون فيه انتهاز تذكر لا إدارة النصر عليها أن تراجع نفسه سواء الإدارة السابقة أو الإدارة الحالية فيه خلل ولك أنا مهمتي أنا وقضيتي الآن التعاطي مع الحدث يعني كأنه احتفال والله كسب أوكي الله يوفقه ولكن ما هو انتصار هذا ما هو انتصار رياضي أبدا هذه قضية صارت وعلق على الفيفا أو قال رأيها فيها الفيفا أنا أبغى رأي منطقي حتى من مركز التحكيم الآن أحوج ما نكون أن يوضح لنا وش الصح وش الغلط عشان صير فيه أراءة منطقية ما أبغى انتهاز وعلق وقول لي الله هذه هزيمة للنصر هذه مي هزيمة للنصر كرة القدم والرياض هذه في ساحة الجلال